أو كما قال أحمد ميكي مهند تاني؟ ده مهند تاني وتالت ورابع منورنا يا مهند مهند حسني ده بقى مهند بتاعنا بتاع المصريين إزايك عامل إيه دي أخبارك كله زي كله تمام؟ كله تمام أولا أنا بتشرف إن أنا موجود بحضرتك العفوة قلش كده ده ده إحنا اللي مبسوطين وفرحانين خصوصا لو أنا قاعد عمال بتفرج على المشهد ده زنزانة كان التووس التووس ومحكوم بالإعدام خلاص آه تعادم خلاص وكان هذا الرجل بعيد عن الطريق إلى الله بالزبط ده حمد في التووس طول الوقت بعيد عن ربنا عمل جرائم كتير في حياته إلى أن بقى شاء ربنا أنه هو يلتزم بدخوله السجن قابل شخص هو اللي بدأ يغير قناعاته بعد وقعه في مشاكل كتير جدا في حياته وهو أجرم فيها قابل الشخص ده بدأ يغير بفاهيمه واتجاهاته ناحية ربنا ده كان أول كلام بيقوله لربنا في المشهد ده فيعني من الحاجات اللي أنا كنت سعيد جدا إن أنا بعملها إيه اللي كان بيدور في مخيلتك وإنت واقف بتعمل مشهد بتاع بني آدم نفس إنسانية بكل بقى ما تموك بيه من مشاعر وعواطف كانت في الإلحاد فذهبت إلى الإيمان وهو عارف إنه هيعدم أنا أعجبني كل التعبيرات أشكرك جدا وحاسسها جدا والله أنا بالنسبة لي أنا بعيش كل الأول لحظة من أول ما يبقى عنده وعي يعني أنا بعيش البني آدم اللي أنا بجسده من أول مرحلة وعيه أول ما يبدأ يفهمه عن دربع سنين خمس سنين يبدأ يستوعب الحاجات اللي وصلته لدي لأنه هو أكيد بيمر بمراحل في حياته كتير جدا لازم أنا أعيشها قبل حتى ما أبدأ أذاكر الاسكريبت أنا خلاص قريت الاسكريبت أكتر من مرة أعدت مع المخرج والمؤلف بدأت أفهم التفاصيل كلها بتاعت الشخصية هنا أبدأ أحضر لحياته اللي وصلته لده لأن فيه أحداث بتحصل قبل المشهد ده فلازم أكون حاسس كل تفصيلة كل جملة هو عاشها المشاهد اللي بتدور في خياله طول الوقت عشان لما أجي أكلم ربنا بطريقته هو تكون وصلاني وأكون أنا مصدقها على قد ما أقدر عشان الناس على قد متقدر أنها تصدقها فده اللي بحاول طول الوقت أعمله في كل دور يعني فكان بالنسبة لي حمد أنت مخفتش من المشهد ده أول مرة قريت السيناريو بتاعه ده مشهد مخيف ليه لأنه أنا طبعا سيبه من التمسيط طبعا أنا أكيد ممثل فاشل لكن هي المسألة في أنه أنت لازم تقنعني كمشاهد مش يوصف طبعا كلنا بقى مليون المشاهدين بالحالة اللي أنت مرت بيها ذهابا للحظة دي وانت أخنعتنا مما لا شك فيه 100% بكل الحاجات بكل انفعالات بطريقة الدموع اللي نزلة بنظرتك للسماء وانت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى إلى آخره فده مشهد مخيف وحملة قيل طبعا إنك تشير يعني ما قلقتش ما خفتش والله أنا طول الوقت الآن يعني أي شغل بتخله بفضل الآن لحد ما بخلص تصويره وحد ما يجيلي الفيدباك بتاع الدور فطول الوقت الآن بس بالنسبة لي المشهد ده كان أكتر حاجة إن أنا كمهند كنت حاسس إن أنا بقول حاجة لربنا يعني كنت حاسس إن هي حاجة في السي في بتاعي إن أنا بقول حاجة لربنا سبحانه وتعالى حسيت إن هي ممكن تكون لأي حد بعيد عن ربنا إنه ممكن يكون قال نفس الكلام ده فكان ده إحساسي الشخصي بس ساعتها لما أجي أصور شخصية حماد لازم أكون مصدق بحماد بحياة حماد الشخصية اللي أنا بقدمها فكان بالنسبة لي كل جملة بتتقال لازم يكون لها علاقة بحياة الشخص اللي أنا بقدمه لأنه هو ليه ذكريات كتير مش كويسة في حياته طبعا فأنا لازم عشان أصدقها عشان أجسدها عشان لحظة الندم بتاعة الشخصية اللي أنا بقدمها فدي كانت بالنسبة لي من الحاجات الموتراني طول الوقت خايف إن أنا ما كنش مصدق لحظة التصوير إن حضرك عارف إن إحنا ممكن نعيد أكتر من مرة ممكن في لحظة نغلط فنعيد تاني فنضطر إن إحنا نصور كذا مرة لازم في كل لحظة دموع تنزل بنفس الطريقة بنفس الندم بنفس الإحساس فكان بالنسبة لي طول الوقت أنا يعني شايل هم حماد لأنه هو طول الوقت عنده تغيرات في حياته كل حلقة بيحصل له حاجة جديدة تخليه تغير ولكن كان عندي حماد في التووس كان طول الوقت عنده الندم فده كان بالنسبة لي الباب اللي أنا ممكن أجيب منه الشخصية إنها ترجع يعني هو كان الوحيد في اللي بيحصل طول الوقت عنده ندم لكل حاجة بيعمله يعمل الحاجة وبعد كده يرجع يندم عليها فلازم برضه أبنيله من صغره أسباب تخليه يعمل ده فهي دي بيبقى المجهود الأكتر أكتر مننا كمان أروح أصور المجهود الأكتر بيبقى بالنسبة لي في البونة بتاع الشخصية فده اللي بحاول أعمله على طول البونة الشخصية وأبنيله من صغره وقعد أفكر في كل منطلقاته وحاجات زي كده ده كلام واحد رجل اتخرج من معهد فده من المصرحية اتخرج من معهد السينما مهند اتخرج من كلية الإعلام خلونا نروح للفاصل ونرجع نعرف إيه قصة مهند حسني اللي اتخرج من إعلام وبيمثل وبيفكر وبيبني الشخصية بطريقة ممثل محترف غير إنه أحد أبطال المسلسل الرمضاني ملاف سري ولا هنحاول نتكلم عليه قدر الإمكان عشان نحن لازم نسرسب منه حاجة ما يحبسش عننا حاجة من غير ما هنحرق المسلسل عشان نستمتع به استنونا وضفنا العزيز فنان مهند حسني وصارحك بالكواليس محمد فتح يونس أو الدكتور محمد فتح يونس أو الدكتور في كلية الإعلام بالمناسبة هو رئيس تحريرنا فانا سامعه هو مش عارف إنه أنا سامعه وبيقول كده الولد ده عظيم الله وخب بالك بقى ان يونس أصلا كاتب ورواقي وحاجات زي كده وعنده رأيي ساعات كتير بيبقى قاسي كمان في نقده الفني وفي الأداء وما صاح يا يونس؟ سامعا يونس يعني شكروا لي جدا بقى طبعا وكله أنا عمال بيسقى في فوق يعني حتى طاز ملنا العزيز المخرج البناء عم بيقولي كله بيسقى ودي حاجة بقى بخيرنا هتفسقى تدخلت إعلام ليه؟ والله كان في الأول يعني قلت أدرس برضو بحيث لو ما مفعتش في التمثيل بقى برضو أنا ضام من إن أنا أشتغل في كارير تاني خالص فدخلت إعلام وبعدها بقى قررت أدرس الحاجة اللي أنا بحبها فبدأت أدرس ورش تمثيل وبعد كده دخلت المعهد بس دخلت المعهد أول ما مثلت لما مثلت بقى روحت المعهد على طول جدع لأنه برضو الدراسة بتفرق معاك يعني أنا طول الوقت باعتبر نفسي طالب علم كل ممثل أنا بشتغل معاه أنا باستفاد منه حاجة كل جيل بيفرق معاه جدا فطول الوقت أنا شايف إن أنا طالب علم لحد ما أموت لازم أبدل طالب عني لازم أتطور أحاول كل مسلسل يبقى غير اللي بعده لازم يكون مختلف الشخصية هنا بنبرد صوتها لازم تكون مختلفة تعبير هنا لازم يكون مختلف عن التعبير التاني أنا في الوقت الآخر بحس الممثل بيقدم مشاعر مختلفة لشخصيات مختلفة النهاردة لو أنا بجسد شخصية حضرتك فلازم أعيش اللي حضرتك عيشته لازم أسألك كتير جدا عشان أقدر إن أنا أفكر بنفس تفكيرك أنت لأن العين هي اللي بتتكلم والقلب بيحس فالقلب لما بيحس ده بيظهر على العين هنا في عمار اللي جوه عنيه ده ذكرياته مع أبوه اللي رماي بس هو لما رجع لبابا لازم مش قادر يسيوه برضو الحنية والده فارق معاه فمهما حدث بالزبط مهما حصل فده عمار فأنا بحب كل شوية أن يبقى كل شخصية تبقى مختلفة أحب أعيش أحاسيس الناس يعني دي بحبها جدا خلال الدقايق اللي فضللنا وإذا ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا أن احنا نتقابل كتير بعد كده انسى كلمة حضرتك لا العفو ده أرجوك كلها ألقاب اختراعها للسلاطين العثمانيين يعني علشان يسيطروا بيها على الشعوب انسيبك إلا أنا قاعد عمالة أشغول به بني وبينك وأنا قاعد عمل بأتفرج طريقة كلامك وبصتك للممثلة قدامك زمالتك ودي بقى إيه زوجتك اللي انت مختلف معها جداً أوي خالص وبعدين طريقة نبرة الحديث اختلفت وانت بتكلم سيدة فريدة أصف النصر حماتك بقى واللي هي برضو قاسية جداً مختلفية جداً بس أنا قدرت أو قدرت انت توصلي انه في النهاية في حاجز احترام للستة الكبيرة اللي هو إيه انت يعني عايز تقوم ده بتشتم أبويا اقومة كلها بس برضو لا هي دي فالأحساس ده وصللي جداً فده في المنتهى الروعة اشكرك انك بتقدر تفصل طول الوقت ونظرة عينك وحاسيسك ونبرد صوتك كل حاجة اشكرك هي بيبقى يعني دايماً الممثل لازم برضو تاخد من عينيه يعني طول الوقت لازم اشوف عيني الممثل عايزة تقول لي ايه وفي نفس الوقت لازم برضو التاريخ بتاع الشخصيتين عامل ازاي مع بعض وهي مداب ليها علاقة بوالدي لازم انا عارف التاريخ بينها وبين والدي عامل ازاي عشان اقدر برضو اتعامل معاها بنفس منطق الشخصية ده طول الوقت اللي بحاول احافظ عليه في اي عمل بقدمه الممثل احنا في حياتنا انا جاي مش عارف هتسئل في ايه فلازم باخد الاجابة من السؤال نفس الكلام ممكن الممثل قدامي يقول الجملة بشكل تاني خالص فلازم طبيعي جدا اغير الطريقة اللي انا هتكلم بيها ده بقى بيفرق معايا في ايه ان مذاكرة الشخصية من اول ما بتتولد في اي لحظة تغيير بتحصل انت لازم تلاقي نفسك بغيرت بساعتها وبيبان على العين فده اللي بحاول اقدم على طول مهند يعني اللي انت بتقوله ده معناه انه بتبزي المجهود كبير جدا وانك انت لو ما كانش معاك سيناريست متفاهم طبعا للطريقة بتاعتك في الشغل وباعتمامك ببناء الشخصية وكذلك المخرج فهتتحول لشخص بالنسبة لهم مزعج يعني لو هو مخرج وسيناريست من النوع بتاع شغلانا والسلام انت كده مزعج لو هم فنانين محترمين زي اللي اشتغلوا معاك بالزبط كده فطول الوقت هم مستعدين يدولك وقت اه اه انا كنت محظوظ في دي جد يعني الحمد لله من اول ما بدأت لحد دلوقتي انا كنت محظوظ في دي جد وبرضه انا يعني يعني انا بيبقى بالنسبالي بيحصل اصلا دايما القعدة في البداية قبل ما ابدأ اشتغل على الدور ده بيحصل القعدة فهي بتبقى قعدة بنفهم فيها كل حاجة هو بيشرح لي الدور بيشرح لي كل التفاصيل السيد المخرج بيشرح لي الدور بيشرح لي كل التفاصيل وانا بناءن عليه بقى بحكم دراستي او خبرتي في المجال فابدأ ان انا اكون ده واشتغل على ده بقى مالك حكايات بنات اه هنا بقى شعر الطويل قبل ما يتحلق ده على حسب الدور بقى على حسب الدور اه على حسب الدور اخس رياضة اخس اختخ عادي بالزبط يعني في قودة عائلي انا خسيت عشان خاطر الدور في التووص انا حلقت شعري اللي هو ده بجد حلقته اه في الدور هو الدور هو اللي يحدد كل دور هو اللي يحدد انا هعمل ايه يعني ما ينفعش انا اجيب الدور لمنطقتي لانه بيبقى واضح من الشخصية او من المؤلف بيكتبه الدور محتاج ايه فانا لازم اروح للدور الدور عايز ان اطول شعري عايز شعري بقى قصير عايز احلى اقرع اخس ادخل طب لو الدور طلب منك ان انت ما تلعبش رياضة وتاكل كتير ويبقى جسد متراهل وانت تعمل كده طبعا مادام قبلت اعمل الدور لازم اعمل ده ما ينفعش ان انا ارفضه خالص خلي بالك ان انت كده من الناس القليلة جدا اللي مستعدة تقوم بالتضحية دي خصوصا في المرحلة العمرية بتاعك ودي او بتاعتك ودي مسألة مهمة لانه انا اجزم مش اكد انا اجزم ان 80% من جيلك هيرفق 90% هيقولك لا انا مش مستعد افقد الشكل بتاع الجان برميار بتاع الشاشة فاتاخ تخمين وبطل رياضة ايه واكل في نشويات وسكريات عشان الدور عايز كده لا مفيش داعي لا انا ده اللي تعلمته بصراح يعني انا تعلمت الدور عايز ايه اعمله والحمد لله لازم اقولتلك انا محظوظ بالناس اللي اشتغلت معاها فكلهم بيساعدوني في ده يعني نفس اللي حضراتك قلته حصل في كدع ايلي بس العكس خسيت طلب مني بقى ان اخس لانه هو مش رياضي خالص هو نيرد وطول وقت بيذاكر وطول وقت بيفكر وبيطلع في الاخر اصلا يعني زعيم اصابة يعني حاجة كده فلازم يخس لازم يبين هو المفروض لازم يتمقت لا بالزبط فكان بقى مطلوب مني ان جسمي كله ينزل وقد ساعتها خارج من القب الروحي جسم بقى وعضلات فورما اه ده بعدها على طول ماضي تكدع عائلي كان لازم اخس ففي شهر بدأت بقى اخس اقل الرياضة خالص الاكل يقل لان ده بيخلي برضو الناس تصدق يعني انفعش ان انا مثلا بقى بعمل دور زي ده وابقى عامل فورما او عامل كذا والناس مش هتصدق الناس زكاية جدا وعدها وعي طول الوقت فهي لو ما صدقتكش هتنفر فانا بخاف من دي جدا اصلا دايما نشوف ده في الممثلين بتوابلاد باري اتلاح مثلا يوكين فيونيكس في جوكر خس لدرجة انه ده حد مريض جدا ده حية جدا بس دي عبقرية يوكين فيونيكس انه مش بس بقى خاس واداءه وحالة السايكوباتية اللي موجودة عنده عبقرية تعال نروح قبل بس ما يختمه لانه الحقيقة احنا مديننا لان احنا كلنا مستمتعين فطلبنا من الدولنا شوات وقت ملف سري ايه بقى الحدودة بتاعت ملف سري والله ملف سري اوعى تفتش السر كله لا طبعا ملف سري ده مسلسل رمضان ان شاء الله بطوضة النجمة هاني سلامة عزيزي ونجوم كتير جدا بقى شوفت هاني هو موشح فواضح انه هو طلع بدور قاضي او رئيس محكامة اه مستشار ده ان شاء الله في رمضان معانا نجوم بقى كبار جدا بتشرف ان انا موجود معاهم انا خايف بس انسى حد اه فبالنسباني المسلسل ده مهم في كل حاجة مهم ان انا بشتغل مع البيت اللي خرجني وخلاني اكون موجود كممثل شركة فنون مصر اللي بكني ليهم كامل الاحترام اكيد اه بشتغل مع حسن البلاسي المخرج عامل صورة بصراحة ومن اجمل ما يكون اه محمود حجاج المؤلف كاتب الشخصيات بقى بالطريقة اللي انا بحبها الميزة عندنا في ملف سري ان كل شخصية ليها خط درامي المتفرج هيبقى عايز يعرف الشخصية دي بالذات بيحصل لها ايه فده بالنسبة لي حاجة ممتعة كل حد ليه درامته يعني حتى عندنا اللي طولع يعمل مشهد انت هتبقى مستني هو ده جاي تاني ولا لأ انت طلع طب شرير ولا طيب والله انا طلع بني آدم يعني انا انا والله هقول لي حضارك على حاجة انا بالنسبة لي لما باجى ذاكر دور اول حاجة بخرج نفسي منها لازم اكون محايد ولا ابوصله من ناحية انه هو شهر ولا هو خير لانه لازم اسدق فانا لو حطيت افكاري انا هباوز الدين فلازم ابوصله بمنطقه هو اه بس فيه خط كده عامله السيناريست يعني يا اما ماشي في سكة الشهر انا دايما بقى بسيبها الناس تحددها يعني انا بعمله بمشاعره الحقيقية لان ما فيش حد حتى البني آدم اللي حياته كلها ماشي في الشر لازم يندم اكيد بيجيله اللحظات كلنا بني آدمين وكل شرير لي جوانب انسانية مرهفة جميعا فانا بحاول طول وقت اشوف البني آدم من هنا من قلبه هي دي النقطة الحقيقية اللي تخليني اصدق كل كلمة بيقولها فلو هو بيعمل حاجة لو انا كمهند مختلف معاه في افعاله بس لازم خلاص انا بجسد الشخصية دي انسى نفسي خالص تماما واعيش مع البني آدم ده بكل تفاصيله بكل حياته بكل مشاعره بكل وجعه اللي حوله ان هو يطلع البني آدم اللي على الشاشة ده عشان الناس تشوفه الناس بقى تحبه او تكرهه تحكم عليه وتنتقد او تتطفق ده دايما انا بسيبها ولكن انا حقيقي والله كل دور بعمله انا بخرج مشاعي خالص خالص تماما طول الوقت وهنا دي انا سعيد جدا 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 بيكو فرحان جدا بان احنا عندنا فنان وممثل بيفكر بالطريقات دي انا عارف انه فيه كتير بس لما يبقى في الجيل بتاعك كده دي حاجة تطمن الواحد بصراحة شكرا على مستقبل السينما والدراما المصري يبقى عندنا ممثلين من النوع ده اللي يخشوا بعد كده يتطلبوا في هوليوود فيقولوا لأ انا شغال هنا وانا موجود مع الناس اللي هنا وبالتالي من منتقى المحلية نصل الى عالمية مش مجرد شعار الطريقة دي هي اللي تنجح يا رب انا فرحان بيك جدا ربنا يوفقك ربنا يوفقك من قلبي ربنا يوفقك وسعيد جدا عندنا فنان وممثل وسيم بالتعبيرات بتاع زمان فات الشاشة بس مستعيد يعمل اي حاجة علشان خاطر الدور عايز كده يعني اقدم احدى بنطر دعم ما عنديش ازمة بس الدور عايز كده وانا لازم اجيد الاداء مهند حسني حاجة تفرح حاجة تشرف اشكرك ده ابنورك وانا لسعيد العفو العفو ربنا يخليك الله يخليك هو خلصة الحلقة صحيح لا زال لدينا كلام كتير هنكمل فيه ان شاء الله لو كلينا العمر بكرة في نفس البرنامج بس هي دقايق يدخل بقى كريم رمزي وكريم فينا انا مش شايف كريم قدام داخل كيمو كريم داخل ورقم عشرة حواديد كتير وقصص على كواليس وتحليل الملاعب الكروية مع كريم رمزي ورقم عشرة احنا لو كلينا العمر نتقابل بكرة معاكم ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات